طبعاً شهر رمضان يعني شهر البركة والخير وكل السعادة اللي بتبقى فيه ولكن أنا بحس إن هو أسرع شهور السنة يعني بتبقى بادئ أول أسبوع في رمضان فجأة تلاقي نفسك خلاص بتروح على النص التاني بشكل سريع جداً يعني يفضل شهر جميل شهر كده حس الدنيا كده الناس بيبقى عندها نوع من أنواع الروحانيات بتهدي أكيد من جواه بما أننا دايماً في التساعة بناخدكم لكل الكواليس الخاصة بما يعرض من الدراما على شاشة رمضان فكمان إحنا بنحاول إن إحنا نكون معاكم من خلال كل أحدث تقنيات التكنولوجيا ونقدر كمان نستفيد منها إزاي ده اللي بنحاول نعمله ونشوف المؤشر حضراتكم بتبحثوا عن إيه الناس بتشوف إيه وطبعاً المؤشر في 2024 بيدينا كمان أرقام كتيرة جداً وده طبعاً بيخلينا كمان نعرف الناس بتشوف إيه أو ما بتحبش إيه وكل الأشياء دي حلقات التساعة خلال شهر رمضان كمان هنقدم فيها أو قدمنا كمان من أسابيع قبل كده قدمنا لحضراتكم تحليل للمحافظات الأعلى مشاهدة أنا شخصياً يعني بدعوا كل صناع دراما يعني يهتموا جداً بالنسب دي ليه لإني أنا لو كاتب أو مؤلف أو منتج أشوف كمان أنا مسلسلي رايح فين صحيح إنه إنت بيبقى أحاطة الجمهور متنوع بالذات في الدراما وأو بتبقى محدده مثلاً بتحط بلس 16-18 زي ما أنت عايز ولكن بتبقى مفروض إنه أكثر عامة الناس بيتابعوه لكن كمان لما تشوف المحافظات اللي بتتبع مسلسلات على مسلسلات ده يديك مؤشر كمان تقدر تتابع خلينا نروح ليه مثلاً لمسلسل مليحة مليحة اللي بدأ طبعاً من النصف التاني من رمضان ونشوف أكثر المسلسلات بحثاً وفقاً لجوجل هتلاقي مثلاً هلينا في أسوان هم أكثر ناس على جوجل كانوا بيبحثوا عن هذا المسلسل يليهم مطروح يليهم السويس أنا حقف هنا عند أسوان ومطروح يعني أنت بتتكلم الجنوب وبتتكلم الشمال فشوف قد إيه أنت الدراما بتاعتك مؤسرة يعني جايبة الأجواء كلها وبعدين نروح لها السويس فإحنا بنروح أيضاً على مودل القناة السماعيلية فشوف التنوع والترتيب في المشاهدة عامل إزاي وبورسعيد يعني طبعاً أكيد طبعاً فيه قاهرة واسكندرية وجيزة ولكن دول الأكثر بحثاً يعني ده الترتيب للأكثر بحثاً بالنسبة للمشاهدات زي ما حضرتكم زي ما قلت لحضرتكم وده يخلينا كمان إحنا نقول آه يعني أهلينا مثلاً في أسوان مهتمين بدا أهلينا مثلاً في مطروح كمان مهتمين بدا فشوف الدراما ممكن تجمع الناس من أقصى الجنوب لأقصى الشمال الناس تجتمع على عمل فني جميل وده اللي أنا ببقى سعيدة به جداً لما نتكلم عليه ولما نشوف الكواليس مليحة بتبدأ يعني في النصف التاني من رمضان وطبعاً يمكن الوقت كان سريع جداً إنه نلحق نعمل دراما وإحنا عندنا دراما حقيقية يعني ما يحدث في قطاع غزة هو حقيقي وإحنا شايفين إنه القضايا الفلسطينية كمان حازت على اهتمام كل العالم ولكن كمان إحنا في مصر تعنينا كثيراً جداً مهتمين بهذا الشأن وخاصة وقت طبعاً اندلاع الحرب إحنا متابعين لحظة بلحظة السند والدعم طول الوقت مفيش إنسان يقدر يشوف طبعاً الاعتداءات اللي بتحصل واللي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني أنا دايماً دايماً وأنا على الفطار كده أفتكر والواحد كده قاعد في بيته وعلى كرسيه واستأهله وناسه الأمن والأمان اللي فيه مصر تفتكر إنه ليك مواطن عربي تاني قاعد في خيمة أجواء صعبة وضرب وقصف فربنا يزيح هذه الغمة بإذن الله ونقدر زي ما مصر بتشتغل عليها بشكل كبير حتى كمان في الفن مصري ما نسيتش أبداً إن هي تدعم القضايا الفلسطينية في شهر رمضان وتقدم عمل زي مسلسل مليحة طبعاً مزايدات كتير جداً بتبقى زي ما كنا شايفينها على الموقف المصري وعن المصريين لكن أعتقد يمكن مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتهتم واللي عمل كمان عمل علشان تدمج وتوثق لما يحدث في القطاع خاصة وإنه الأحداث موجودة كلنا عارفين كمان إنه مصر بتقدم كل جهد تقدر تعمله سياسي وديبلوماسي لوجستي مساعدات جوية بنتابع كل يوم لسه يعني قبل ما نطلع مع حضراتكم شايفة الإسقاط الجوي وإزاي بنتابع على كل مستوى قد ما يقدروا مصر تقدم مساعدات بتقدم مساعدات علشان تقدر تغيث أهلينا في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر